قواعد الاشتباك مصطلح يقصد به الأسس التي يلتزم بها الجيش في استعمال القوة أثناء أي عملية عسكرية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي أو في مهام حفظ السلام حاليا لا توجد قواعد اشتباك متوافق عليها دوليا بل إن كل جيش في أي بلد يحدد قواعده وشروطه لكل معركة أو عملية عسكرية قد ينفذها والأمر نفسه بالنسبة للقوات المشتركة وقوات الأمم المتحدة طبعا هذه القواعد تحدد قبل الدخول في أي معركة أو مهمة عسكرية حيث تعدها القيادة العسكرية للجهة المعنية وفق ما تقتضيه جغرافيا المواقع بين حزب الله وإسرائيل منذ العام 2006 تم تحديد ما عرف بقواعد الاشتباك بين الطرفين مفادها أن أي تحرك سيقابله رد مماثل لكن مع التطورات الحاصلة تشكلت قواعد اجتباك نارية بشكل مباشر بين الطرفين ولم تعد محصورة بين قصف ورد بطريقة نفسها وضمن مناطق وحدود معينة بل وصلت لدرجة الخروج عن قواعد الاشتباك المتعارف عليها عسكريا لأن بعض التحركات استهدفت المدنيين في الشمال مشاهدين قواعد الاشتباك شديدة الوضوح وهي إطلاق النار على أي شخص يقترب من الحدود بالنسبة لحزب الله أو إسرائيل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة